رأيت أطفالاً يتحدثون يعني بشكل مرعب جداً وصادم جداً وهذا يعني يزلزل كيانك كصحفي ويزلزل كيانك كإنسان لكن أنت مضطر أن تواصل العمل وتبدو كأنك حجر صدقني أن بعض الناس أقاموا أعياد ميلاد لأطفالهم ليس احتفالاً بعيد الميلاد وليس لأنه هو في وقت متسع للفرح تخفيفاً عن هذه النفسيات الغضر ولكنه مقبل فعل وهنا تأتي إرادة الحياة وإرادة صناعة الحياة ويلتقط ردة فعل هذا المواطن الذي فقد كل شيء وكأنه لم يعيش لحظة واحدة من قبل وفا حسبنا الله ونعم الوكيد فدى فلسطين ولذلك أنا كل الخوف والهاجس الآن من الصاروخ الثاني الذي سوف يداهمنا مرة أخرى ولذلك أنا أدركت أنه هذه وقلت لنفسي هذه النهاية يا أبا حمزة ووجدوا هذا الجديد وجدوا أنه كان قد تحرر من درع الصحافة وحاول أن يزحف لكن كما يبدو ضربوا استهدفوه بصاروخ آخر فاستشهد يلي والله كانوا بدعوا لأسرتك بالإسم فتحت الشباك فوجدت أنه اتجاه الصواريخ مش تجاه البحر تجاه شرق يعني تجاه الأهداف الإسرائيلية والصواريخ بدأت تنبعث من أكتر من مكان فأدركت لا لا يجب أن نقول بأنه ما قبل السابع من أكتوبر بالتأكيد بمعية الله سبحانه وتعالى لن يكون كما بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام متابع منصة أثير الرقمية في حلقة جديدة من برنامج أسئلة الحدث لن أطيل المقدمة كما اعتدنا في الحلقات السابقة لأنه ليس هناك كلمات في الحقيقة تفي ضيفنا حقه ولا للأحداث والوقاع المرتبطة به مرحبا بك أبو حمزة مارك الله فيك أم كيف أناديك تعرف طبعا أنني نديتك بعد هذه الأحداث أو في خلال هذه الأحداث أثناء لقائنا على نشر من النشرات بأبي حمزة فجاءتني ملاحظة صارمة للغاية من إدارة التحرير أننا لا ننادي الناس بكنياتهم وإنما ننديهم بأسمائهم وخاصة زملائنا فطبعا أنا استعظمت أن أقول وائل هكذا مجرد هذا صحيح ولكنه أحب الأسماء إلى قلبي وائل أم أبو حمزة أبو حمزة رحمة الله علي واتقبله إن شاء الله في الفردوس الحمد لله على السلام أولا سلامك أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم آمين يا سيدي بارك الله فيكم حياكم الله شكرا لك ولكل من يستمع أو يشاهدنا في هذه الحلقة ليس هناك خير من صحفي غادر مكان الحدث حديثا ليروي لنا ماذا يحدث هناك الكاميرا لا تنقل الكثير حتى الصحفيون وحتى أنتم حينما كنتم في الميدان تنقلون جزءا فقط من الأهوال التي يعيشها سكان غزة مؤخرا التقيت مع هيب عكيلة حكت لي أنه ما يخرج على ألسنتنا كمراسلين وكصحفيين في قطاع غزة سوى أقل من الربع أو أقل من الخمس مما نشاهده ونعينه من أهوال كيف تركت غزة وأهلها؟ سؤال صعب هو حقيقة يعني تركناها في أصعب حال وأسوأ حال على الأقل في الجوانب الإنسانية غزة بالتأكيد ما يجري فيها هو يعني صعب وصعب جدا كبير وكبير جدا وربما خارج الحسابات خارج احتمال البشر خارج تخيلات البشر ربما لم يكن أحد يتوقع أنه سيشهد مثل هذه الأيام في قطاع غزة بحكم حسابات كثيرة ووقائة كثيرة ومعادلات كثيرة صمضت إلى عشرات السنين بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية هذه الحرب ليست كمثيلاتها ولا كسابقاتها من الحروب التي شهدناها تعلم أخ محمود بأنه إحنا قمنا بتغطية جميع الحروب التي شهدها قطاع غزة على مدار سنوات الحصار ابتداء من حرب 2008-2009 مرورا بـ 2012-2014-2021 وبينهما موجات تصعيد وصلت إلى حد الحروب أيضا وبطبيعة الحال سنوات الحصار لكن مثل هذه الحرب حقيقة لم نشاهد على الإطلاق لا في الكم ولا في النوع ولا في الصور صحيح أن الحرب هي حرب في نهاية المطاف والحرب تفرز مشاهد مؤلمة وصادمة ومرعبة وفي نهاية المطاف هي تجربة إنسانية أليمة ومكلفة بالنسبة للبشر والورقة الإنسانية دائما هي الورقة الأصعب والأشد مرارة على المواطن وعلى السياسي وعلى الفصائل وعلى كل من يقع تحت دائرة تأثير هذه الحرب ولكن نحن نتحدث عن حروب سابقة هي مجرد بروفا أو ربما تحضير تهيئة لهذه الحرب التي شهدناها الحرب الأخيرة ربما كانت يعني ابتدأت من حيث انتهت الحروب السابقة ربما في بضعة أيام فاقت كل الحروب مجتمعة في الأرقام في أعداد الشهداء في أعداد الجرحة في أعداد التدمير هذه الحرب ربما ارتبطت بها صفات جسدت الصفات الحقيقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني كان هناك وحشية لا سابقة لها ولا حدود لها كان هناك يعني درجة عالية من الحقد والانتقام من صح التعبير أيضا كان واضح من كل ما يحدث لأن الحرب ابتدأت بجرائم إنسانية حسب توصيف القانون الدولي الذي نحن استمعنا إليه وعرفناه يعني عندما تبدأ الحرب أساسا بإعقاب جماعي إغلاق كل المعابر قطع الكهرباء قطع المياه عن قطاع غزة 2 مليون و300 ألف مواطن فلسطيني يسكنون في جيب جغرافي صغير سهل ليس لديه مقدرات ولا مخزون وهو محاصر أصلا على مدار 18 عاما وتبدأ بهذه المخالفة الإنسانية الجريمة الإنسانية هذا شيء كبير عندما تبدأ هذه الحرب بتدمير المنازل دون سابق إنضار ودون تحذيرات على رؤوس سكان هذه المنازل وهي السمة الأساسية للغارات الإسرائيلية في هذه الحرب على الأقل في شهورها الثلاث أو الأربع الأولى كانت هكذا بنايات بأكملها بغض النظر إذا كانت هذه البناية تحتوي على مئة مواطن فلسطيني مئة وخمسين مواطن فلسطيني مئتي مواطن فلسطيني فهذا الأمر بالتأكيد هذه مخالفة ومخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين الإنسانية هذه الحرب بدأت بتدمير البنايات السكنية التي توجتها ربما الحروب السابقة مثل ما هو الحال في حرب 21 عندما كانت المشاهد الحية والخالدة أيضا لتدمير الأبراج وعلى رأسهم أبراج برج الجلاء الذي كان يضم مكتب قناة الجزيرة وراءه العالم كله يتهاوى وينهار أمام ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي وغاراته ولذلك كل هذا الكم من المخالفات الإنسانية ومن الغارات الإسرائيلية من التدمير من كله بالتأكيد أفرز واقعا إنسانيا يعني في حسابات البشر حقيقة غير محتمل الحكاية والصور من قصف المستشفى المعمداني قلت إن طبعا المعايير التحريرية للجزيرة ووسائل الإعلام عموما لا تسمح بظهور المشاهد الأشد إيلاما والمشاهد الدامية بشدة ما الذي رأيته؟ رأينا عجبا في هذه المجزرة المجزرة يعني هي أولا كانت ليلا وكانت تبعد عن مكتب قناة الجزيرة والمكان الذي نبث منه حوالي تقريبا أقل من كيلو متر وكانت اللحظات صعبة وصعبة للغاية أنا كنت على الهواء مباشرة من سطح البناية وأشاهد حركة الإسعافات لكنها كانت حركة على غير العادة بمعنى أنها كانت دؤوبة ومستمرة وأعداد كبيرة تذهب إلى المكان وتعود إلى مستشفى الشفاء وإجباريا يجب أن تمر من الشارع الذي يحد البناية التي يتواجد فيها مكتب قناة الجزيرة أدركت وأنا على الهواء مباشرة أن ما يحدث هو جلل وحدث كبير جدا يجب أن تكون عدسة الكاميرا موجودة فيه لكن الحسابات كانت خطيرة جدا الوضع خطير والظرف خطير ولا أحد يستطيع أن يتحرك سوى السيارات الإسعاف التي في غالبية الأحيان تكون قد حصلت على تنسيقات مسبقة وهذا دورها لكن لا يوجد بشر يتحرك لا يوجد سيارات للمدنيين وبالتالي حتى الصحفيين لم يجرؤوا على التحرك ترددنا كثيرا تشاورنا كثيرا هل نذهب إلى المكان هل لا نذهب ونكتفي بالتغطية من سطح البناية لكن في نهاية المطاف أخذت قرار على عاتق الشخصي بأن أذهب إلى هذا المكان بخلاف بعض النصائح وذهبت ويعني أنا اندفعت لكن قلت ليحصل ما يحصل لأن ما يحدث في هذا المكان هو كبير وكبير جدا لكن بمجرد أن وصلنا إلى بوابة المستشفى أدركت بأن الموضوع ربما أكبر مما أنا تخيلت ودفعني إلى هذا القرار الجريء أو إن صح التعبير من وجهة نظر بعض الناس المتهور في هذه الساعات من الليل مجرد ما وصلنا كانت أسر تخرج وملقا على فئة الشارع تولول تصرخ يبحثون عن بعضهم البعض أين طفلي فلان أين طفلي فلان شفت أبوك أين ذهب الرجل المرأة كل هذا الموضوع حتى قبل أن ندخل إلى داخل المستشفى اللي هي المسرح الحقيقي لهذه المجزرة وكانت بالتأكيد سيارات الإسعاف تخرج إطفائيات تدخل ناس يهرولون ناس يهرعون ناس يولولون المشهد حقيقة كان معقد وصعب جدا وفورا يعني طلبت من المصور وكان يومها حمدان بأنه فورا يعني ابدأ بالتسجيل وبدأت بالتحدث إلى الكاميرا وشهود العيان لكن مع الأسف مع الأسف مع الأسف يعني كنا أحيانا نسير على بعض الأشلاء ونحن الليل لا يوجد كهرباء ويوجد سيارات إطفاء وقد قامت ببعض الأعمال لإطفاء بعض الحرائق وما شابه ذلك لكن مع الأسف أحيانا أنت تمشي ويكون بعض الأشلاء تحت الأقدام هذا يعني جثث متناثرة في حدائق وجنبات المستشفى بالتأكيد على بعض الأشجار بعض الأشلاء معلقة بعض الجثامين معلقة هنا رأس هنا يد هناك جزء من جسد هنا بعض الأقدام هنا بعض الملابس هنا بعض الأحذية هنا بعض الجثامين مغطاة بما تيسر من ملابس والدماء في كل مكان رائحة البارود ورائحة الموت ورائحة الدماء ورائحة كل شيء تنبعث من كل زوايا المكان هذا الأمر يعني جعلنا في أجواء نفسية غير طبيعية غير طبيعية نهائيا ومع ذلك أنت مطلوب منك أن تتحلى بقوة خارقة للعادة حتى تستطيع أن تعدث الكاميرا لأنه بعد قليل سيشاهد العالم ما يجري هنا وأنا كنت دائما حريص يعني ماذا تلتقط الكاميرا يعني 90% من المشاهد اللي لم يكن أكثر غير مسموح للتصوير ولذلك ربما كررت بدون وعي عن بعد يا حمدان عن بعد يا حمدان في كل خطوة عن بعد يا حمدان لأنني أدرك أن هذه الصور لا يجب أن تلقى إلى الأرشيف أو ما شابه ذلك ومع ذلك أين تتجه الكاميرا أين تتجه الكاميرا يعني في هذه الزاوية في هذه الزاوية في هذا المكان الذي كان يضم بعض الأسر التي كانت نائمة في هذه الحديقة في الكنيسة تعمقت قليلا إلى الداخل وجدت أن الكنيسة فيها جثامين وفيها أشلاء في داخل المنطقة التي تسمى الاستقبال حدث ولا حرج الدماء تسير على الأرض وبعض الجثامين يحاولون يعني إجراء بعض الترتيبات بعض الشهداء تحمل من داخل الأقسام من داخل أقسام المستشفى وتخرج إلى الخارج رأيت أطفالا وبنات في حالة صدمة وذهول يعني يتحدثون يعني بشكل مرعب جدا وصادم جدا وهذا يعني يزلزل كيانك كصحفي ويزلزل كيانك كإنسان لكن أنت مضطر أن تواصل العمل وتبدو كأنك حجر فهذا الأمر حقيقي يعني كانت تلك ليلة من الليالي الفارقة الليالي الصعبة الليالي المرعبة جدا والليالي الدامية أو الأكثر دموية وما أكثر هذه الليالي التي مرت على سكانها لكن في المقابل يبدو صمود أهل غزة للناس وكانه شيء أسطوري وكانهم أناس ليسوا من طينة هذه البشر يعني نحن متأكدون أنهم بشر في نهاية المطلوبة وليس مجتمع ملائكة لكن لم تنقل الكاميرات لأن أحدا يتسخط مثلا على قضائه وقدره رغم صعوبة ما يلقى من البلاء ومن الامتحان قد يكون هناك من يفعلون هذا لكن على الأقل التيار العام والتيار الجارف من عموم الفلسطينيين أو عموم الناس في قطاع غزة من المؤمنين بالله عز وجل ومن المؤمنين بالقدر والصابرين على ما ابتولوا به انقل لنا جانبا من هذه الفصول الرائعة لهؤلاء البشر والله يا أخ محمود أنا يعني دائما إلي قناعة خاصة في سكان قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام لكن ربما هذا الجزء من فلسطين المبتلى المحاصر المحارب على مدار السنوات الماضية هم بشر مثل كل البشر يحبون الحياة على العكس يحبون صناعة الحياة لأن الحياة بالنسبة لهم هي حالة الطوارئ على عكس كل الناس ولذلك ربما توطنوا أن هذه الحياة مستمرة لأما غير مرتبطة بحرب أو حربين أو ثلاثة يوم أو يومين شهر أو شهرين ولذلك ربما هذا أكسبهم نوع من أنواع الحصانة ضد هذه الخطوب والأهوال والمعاناة لكنهم في نهاية المطاف كما قلنا هم ناس يحبون الحياة ويحبون صناعة الحياة في أحلك الظروف يعني صدقني قبل ما أخرج من قطاع غزة في الخيام وتحت الضرب والشهداء تمر إلى المستشفى والطائرات تقصف صدقني أن بعض الناس أقاموا أعياد ميلاد لأطفالهم ليس احتفالا بعيد الميلاد وليس لأنه هو في وقت متسع للفرح تخفيفا عن هذه النفسيات الغضة وهنا تأتي إرادة الحياة وإرادة صناعة الحياة هي بالتأكيد ليست بالمعنى أنه احتفال عيد ميلاد وكذا ولكنه على الأقل يعني في عيد الميلاد كانت هازيج وطنية مديح على الأقل في الخيمة التي لا تقي الشاهد من الموضوع أنه أحيانا الإنسان يخشعر وهو يتحدث عن هذه المشاهد الآن حقيقة وعلى الرغم أنه إحنا عشناها وعايشناها ولكن كما قلت هذه أنا أقول أنه ربما الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب هؤلاء الناس واختارهم في هذه البقعة واختارهم لهذه المهمة ولهذه الوظيفة وبالتالي هم من وجهة نظري الأقدر على القيام بهذه الوظيفة يعني وإلا لم استطاعوا الآن أنت أخ محمود عندما يكون شخص ما ورث عن والده جده تعب سنين وشقاء سنين سواء في بناء المنزل طوبة طوبة أو ما شابه أو في التكاثر والتوالد حتى وصلوا إلى مئة ومئة وخمسين فرد في الأسرة بنوا طوابق وهذه يعني قطاع غزة يعني أسر ممتدة يعيشون بجوار بعضهم البعض في منزل واحد عندما تأتي غارة بكل بساطة طائرة إسرائيلية وتدمر هذا المنزل وتقتل جميع أفراده يبقى طفل أحيانا يبقى رب الأسرة بحسرته على كل هؤلاء ومصادفة يعني ليس تصنعا مصادفة تمر الكاميرا أو يمر ربما موبايل من بعض المواطنين ويلتقط ردة فعل هذا المواطن الذي فقد كل شيء وكأنه لم يعيش لحظة واحدة من قبل وهذا حسبنا الله ونعم الوكيل فدى فلسطين شهر لا لا يعني هذه طبيعة بالحسابات المدية والمنطقية أبو حمزة الكلام دا ما ينفعش ما ينفعش أبدا ولذلك أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى أكيد أكيد ينزلوا على هؤلاء الناس نوع من أنوع الصبر لا ندريه أو السكينة لا ندريها هذا هو المؤكد هذا هو المؤكد طيب أنت كنت واحد من دول مين مين صبرك إيه اللي صبرك عايزين نعرف والله يعني أنا واحد من الناس الموجودين في قطاع غزة وأنا دائما قلت وأقول وسأبقى أقول أنه ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر القوة الرئيسية لمواجهة كل هذه المعاناة والامتحانات والاختبارات التي مررنا فيها مررت فيها بشكل شخصي ومررت فيها كجزء من سكان قطاع غزة معروف أخ محمود بأن الصحفي في هذه الحرب مختلف عن كل الحروب السابقة والصحفي في هذه الحرب دفع الثمن ثلاث مرات وليس مرة واحدة أو مرتين كما كانت في أعتى الحروب السابقة التي شهدها القطاع مر كونه مستهدف بشكل كبير وأكثر من مئة وعشرين صحفي تشهد على ذلك وجرحة وكذا ومر باعتباره هو أيضا إما رب أسرى أو له أقارب وأهل أم وأب وجيران وأصدقاء وأخوال وأعمام وهؤلاء يستهدفون وكل لحظة يأتي منهم شهداء وجرحة ومر باعتباره أصبح مشردا أسوة بغيره من المشردين فأصبح مطلوب منه أن يعمل من خلال التشرد من خلال الشارع من خلال الخيمة من خلال فقدان الطعام والشراب والملجأ والمسكن والمعدات والدعم اللوجستي والحمام أكرمكم الله هذا واقع مؤلم جدا ومع ذلك مررنا بما هو أصعب من ذلك يعني عندما الحدث الأول كان باستهداف الأسرة نحن نسكن في مدينة غزة وعملي موجود في مدينة غزة لكن عندما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان قطاع غزة والشمال مغادرة إلى منطقة وسط وجنوب قطاع غزة زوجتي رحمة الله عليها وإخوانها بالتأكيد قرروا أن يتوجهوا إلى منطقة النصيرات وسط القطاع وحطوا فيها أسوة بآلاف غيرهم وبالتأكيد عاشوا مدة من الزمن بالاستهداف بطبيعة الحال يعني أنا كنت على الهواء مباشرة الآن يعني جاء الخبر ونحن على الهواء مباشرة أتحدث عن قصف كان كبيرا وعنيفا جدا في منطقة اليرموك في مدينة غزة والغفري وكانت أحزمة نيرية غاية في الصعوبة وأتحدث عن القصف الذي أصاب أسرتي وأنا لا أعلم أن هذا الاستهداف أصاب المنطقة التي لجأت إليها أسرتي لكن بعد لحظة رأيت أنه زميلي حمدان يتحدث وأنا أتحدث عن الهواء مباشرة لكن سمعت نبرة يرد على اتصال هاتفي نبرة فيها نوع من أنواع الخطر لكنني استرسلت في الحديث إلى الكاميرا والحديث عن التفاصيل ونتائج الغارات بعد قليل رن هاتفي الذي كان في الدرع فجاء حمدان مسرعا والتقط الهاتف فأدركت أنه هناك شيء فربما حاولت أن أستمع إلى ما الذي يقول عندما يرد على الهاتف ووجدت أنه خبط قدمه في الحائط ففورا التفت وإيش فيه مين فقال استهدفوا المكان اللي فيه العيلة فمين اللي على الهاتف كانت ردت طبعا الصوت الشهير ابنتي خلود قالت أنا بنتك خلود ومعي سندس لكن الآخرين مش عارف إيش صار فيهم مش عارف مين استشهد مش عارف مين الأمور زي هيك الآن أنا انقاطعة الهاتف أنا نسيت أنه أنا على الهواء سعتها والآن صرت أحسب ما الذي حصل كيف سأتصرف في الليل التحرك أن تنتقل من مدينة غزة إلى وسط قطاع غزة هذه مجازفة ومغامرة وقرار صعب جدا ممكن أن تشطب أنت أيضا قبل أن تصل إليهم ولكنني قررت أن أذهب لا يمكن الانتظار حتى ساعات الصباح لأنها ستكون ساعات صعبة جدا ولا نحسد عليها ركبت السيارة أنا وحمدان والسائق وتوجهت فورا إلى المنطقة عندما وصلنا وجدنا أن المنزل الذي كان فيه مدمر والناس قد انتشلت بعض الجثامين دخلت مين استشهد مين ما استشهدش مين انتشلت ومين ما انتشلتوش أحد يقول لك محمود واحد يقول لك باتول واحد يقول لك مش عارفين مين بالضبط واحد فبحثت معهم وجدنا الحفيد آدم اللي كنت أحمله فانتشلت وقالوا الآن انتهى ما هيك أكتر من هيك ما فيش ما بنقدر نسوي في الليل فحملته وذهبت إلى مستشفى شهداء الأقصى وهناك كانت المشاهد الشهيرة يعني على الهواء مباشرة لكن أدركت أنه لم أجد بين الجرحة دخلت أنا أحاول أتفقد يعني ربما بعض الزملاء يعني لم يدركوا كيف يبلغوني عن اللي استشهدوا من العائلة يعني أو استصعبوا الموضوع دخلت أين الجرحة وين الأولاد وين البنات ما شفتش حدا أنا شفت بنتي واحدة من بناتي وأنت يعني صرت أنا جبت الحفيد وأمه سافت وأنا حامل ابنها وتفكروا طيب ويعني أنت صرت في حالة صعبة جدا جدا لكن مطلوب أن تبقى قويا إلى حد ما مطلوب وإلا يعني فبعد خليل جاءوا يعني كانوا مع الأسف إحدى بناتي مع بنت خالها موجودة في المكان اللي استهدف لكن كان الضربة عندما جاءت ربما حملتهم ودفعتهم تحت خزانة المطبخ والردم إجا فوقيهم كله فعمليا الناس اللي بحثوا والدفاع المدني أدركوا أنه ما فيه ما ظل جثامين ولا حدا ولا أموز وهذه كوما من الركام تحتاج إلى جهود كبيرة واحدة بنت خال بنتي بعرفش يعني من الله سبحانه وتعالى عندما سمعت أنه بدهم يطلعوا من البيت صرخت قواها الله سبحانه وتعالى فصرخت صوتا سمعوها أين الصوت مصدر الصوت تحت كومة الركام هذا صعب جدا كيف بدك تطلع فحدهم اهتدى أنه يجب الالتفاف من الخارج وكسر الحائط تبع المطبخ وبالفعل كسروا الحائط فكانت بنتي بتول وبنت خالها أمانة موجودة وطلعوهم وطبعا يعني بحالة جراح مختلفة ومتفرقة وأشياء زي هيك وبعد ذلك جاءوا كان أيضا ابني يحيا اللي بقي من أولادي حتى الآن وكانت جراحه صعبة جدا كانت في الرأس والظاهر مختلف أنحاء الجسد فكان كما نقول دائما له من اسمه نصيب يعني رغم كل اللي صار بقي حيا وهو الذي أصرت على تسميته جدته التي توفيت قبل رحمة الله رحمة الله عليها فهذا حدث القصد أنه حدث صعب لكن الآن أنت أمام خيارات يعني كلها خيارات صعبة طيب الثاني يوم احنا دفناهم دفناهم في قبر جماعي في منطقة دير البال احنا سكان غزة لجأوا إلى النصيرات دفناهم في دير البلح والآن ذهبت البيت وليس عمود البيت وهي المرأة التي كانت هي تقوم بكل شيء بحكم أنه أنا لا أتواجد كثيرا في الأسرة خصوصا في الملمات والخطوب يعني أنا أذكر أنه يوم ما صارت الحرب أنا ارتديت الملابس وذهبت باتجاه المكتب قلت لهم وطنوا أنفسكم إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وخرجت ولم أعد ولم أرهم إلا وهم شهداء فمن تبقى من البنات ويحيا وهم مصابين ماذا تفعل الآن؟ أنا عملي في مدينة غزة مدينة غزة مخلاة من الصحفيين ومن كل ومكان خطر ولكن يجب أن أعود إلى العمل أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ فقلت لهم يجب أن تأتوا معي إلى غزة يا بن موت مع بعض يا بن طيب مع بعض وفعلا أخذتهم بعد ما دفنت الغوالي وذهبنا إلى مستشفى الشفاء أجرينا لهم بعض يعني تضميد الجروح وشغلات ولكن مع الأسف المخابرات الإسرائيلية لم تم ملهم واتصلت على هاتف ابنتي فجرا وطلبت منها أن يعودوا إلى الجنوب ولكن وهذا طبعا لم نتحدث به يعني بشكل عشوائي أم يعرفون أن لا 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 أنت فلانا أنت سندس وائل الدحتوح اسحبوا حالكوا وروحوا على الجنوب ويرجعوا على الجنوب الشريحة باسمي لكن لكنها موجودة مع بنتي فلك أن تتخيل طيب الآن شو بدك تسوي قرار إيه هذا قرار والدنيا فجرا يعني طبعا عمي فبعدين أنا بينه وبينك يعني أرسلناهم إلى مستشفى الشفاء وبعد ساعات قلت لهم تعالوا عندي على المكتب في المكتب أكيد هذه المرة إحنا مصيرنا مشترك إن ضلينا طيبين فإحنا ضلينا طيبين إن استشدنا فإحنا مع بعض يا أبا هذا مصيرنا وهذا قدرنا بكون وما في تمام قالوا تمام لكن الواقع يا عمي واقع صعب ومر جدا وإنت عشان أنت اليوم في كل هذا المحن أنت أمام أسئلة واختبارات ومواقف وبدك قرارات يعني يعني إما أن تجلس أمام من تبقى من الأسرة وترعاهم وتطببهم وتداويهم وتدعمهم نفسيا وتشعرهم بالأمن والأمان كعادة الأب وهذا حق وهذا مطلوب في مثل هذه الظروف ولكن إما يا إما أنت بدك تواصل العمل وأنا اخترت الثانية بدون أدنى شك لأنه انطلاقا من قناعتي بأنه جيش الاحتلال الإسرائيلي أراد من خلال هذه رسالة وأن يفرض عليك تحدي أبلغ رد على هذا التحدي وأكثر رد مؤثر أنه أنت تعود على رأس عملك كأن شيئا لم يكن بنفس المهنية وبنفس الموضوعية وبنفس الهدوء الذي كنت تعمل فيه قبل هذا الحدث وهذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى على القيام به حتى أن كثير من الناس سواء الزملاء في غزة أو في ربما حتى في قناة الجزيرة يعني استهجنوا الموضوع يعني خذ راحة خذ نفس شوية عاد لكن أنا صممت يومها أن أخرج على الهواء مباشرة وبالفعل وفقت أنه أواصل الرسالة كأن شيئا لم يكن هذا شيء هذا قرار أعتقد أنه هذا الأمر ليس ملكي ولا ملكك هذا ربنا سبحانه وتعالى هو يهيئ الأسباب ويسببها ويمدك بأسباب الصبر والقوة والثبات ورباطة الجأش ويربط على القلوب وكل هذه الأمور بالإضافة إلى بعض الصفات الشخصية بعض التجربة التي تعينك وتساندك في مثل هذه الظروف ونحن أخ محمود يعني عشنا في قطاع غزة مع الأسف يعني إذا أردت أن تبحث عن أيام جيدة بدون معاناة ستجدها يعني معدودة على أصابع اليد الواحدة مهمة بالغة الصعوبة طيب هذا كان الفصل الأول من الابتلاء والاختبار أبو حمز ده كان أو أول فصل تلاهو فصول هو أصعب الفصول هو أصعب الفصول الأولى يعني ربما هي الحرب كلها فصول مؤلمة طبعا لكن هذه تمثل ربما ذروة الاختبارات يعني أن تفقد الأسرة بهذا الشكل وبهذا الإيلام وبهذا الاستهداف طبعا هذا يعتبر طبعا أنا الفصل الثاني يوم أصيبت يمينك يوم وكنت في المستشفى جريحا تنزف وتقول سامر مصاب قبل أن تصاب سامر مصاب قبل أن تصاب اليمين دمرت الطائرات الإسرائيلية منزلي في مدينة غزة وهو منزل ليس له جيران ولا مباني ولا إش معروف أنه هذه منزل وائل الدحدوح معروف تماما ودمروا المنزل لاحقا بالتأكيد جاء الحدث اللي أنا وسامر الشهيد سامر رحمة الله عليه وكان يومها يعني كنا سنقوم ببعض الأعمال الميدانية في منطقة خان يونس في هذه المنطقة كانت في مهمة للدفاع المدني الفلسطيني لإنقاذ أسرة فلسطينية وإجلاءها في منطقة خان يونس ولكن في مناطق صعبة نسبيا يعني مناطق خطرة تعتبر مصنفة من قبل جيش الاحتلال على أنها منطقة حمراء هذه المنطقة يعني نحن كنا نبحث عن تسجيل بعض المشاهد التي لم تصل إليها عدسة كاميرا من قبل في هذه المنطقة ولذلك رافقنا الدفاع المدني الدفاع المدني قال أن هناك تنسيق عن طريق الصليب الأحمر وهناك موافقة إسرائيلية على هذا الأمر وبالتالي نحن ربما هذا شجعنا أيضا أن نصل إلى هذا المكان كان مهمة إجلاء العائلة وأيضا إجلاء آلية للدفاع المدني كانت في إحدى مراكز الإيواء التي أصبحت فارغة ولا يوجد فيها لاجئين بسبب الحرب والعنف وخطورة المكان بالتأكيد والاستهدافات ولكن عندما وصلنا ذهبنا في هذه المهمة وجدنا أن الشوارع معظمها مضمرة يعني عدة أمطار هناك ردم أنزل السائق وأنزل المسئفون يحاول يحاول إزاحة الردم والركام ليفسعه المجال لكن عند لحظة معينة أدرك السائق أنه لا يمكن الاستمرار في هذه المهمة لأن الضمار بدأ يكون أكبر وأكبر وأكبر فطلب مننا أن نواصل سيرا على الأقدام أنا والزميد سامر رحمة الله عليه وثلاثة من مسعفي الدفاع المدني والسائق ومسعف آخر سوف يعود أدراجه ويحاول الاتفاف من منطقة نائية ليصل على الأقل إلى الشارع الذي يؤدي إلى المدرسة اللي فيها إحدى الآليات التابعة للدفاع المدني وفعلا نحن وصلنا السير وسط هذا الركام وسط هذا الضمار ووسط الطائرات المسيرة التي تواكبنا وتلاحظنا وترصدنا أولا بأول ووسط أصوات الانفجارات هنا انفجار هنا عبوة هنا اشتباك يعني كان مشهد مشهد حرب جدا وانت رحت على عش الدبابير كما يقولون انت رحت على منطقة هي منطقة صفر تقريبا إلى حد ما منطقة مهجورة بالكامل لا يوجد فيها إلا أصوات الانفجارات وأصوات الطائرات وبالفعل تعمقنا حتى وصلنا إلى المدرسة وتفقدوا الآلية ومن ثم خرجنا صورنا في محيط المدرسة وعندما قررنا أن نعود عدنا فأنا يعني تلقائي وجهت حديثي للمجمو إحنا خمسة بس لو نحاول نبتعد عن بعض قليلا لأنه في نهاية المطاف يمكن أن نستهدف يعني حتى لا يكون الموت والاستشهاد سهلا والاستياد سهلا إلى هذه الدرجة لأنه حتى مع وجود التنسيق أنت لا تأمن فبالتالي يعني لحظات فقط ولا ندري ما الذي حصل يعني كأنه فعلا عاصفة أو جاء يعني حملتنا وأسقطتنا على الأرض تماما أنا هذا على الأقل ما شعرت به أنا هذا ما شعرت به وسقطت على الأرض غيبت قليلا وعاد إلي تركيزي حاولت أن أقوم أنا فقدت السمع يبدو من ضغط الانفجار إلى حد كبير وحاولت أن أقوم ولكن أنا ما يسيطر على مخيلتي وتفكيري في هذه اللحظات هو أنه صاروخ آخر سوف يأتي الآن بحكم التجربة أنه صواريخ الطائرات المسيرة عادة يطلقون صاروخين خصوصا إذا كان الصاروخ الأول لم يفي بالغرض بالنسبة لهم ولم يكمل المهمة على الإطلاق ولذلك أنا كل الخوف والهاجس الآن من الصاروخ الثاني الذي سوف يداهمنا مرة أخرى ولذلك أنا أدركت أنه هذه وقلت لنفسي هذه النهاية يا أبا حمزة وأنا أحاول أن أقوم حقيقة وأنا أحاول أن أقوم شاهد باب لمخزن مفتوح فقلت سوف أذهب وأحتمي به من الصاروخ القادم لكن في بضعة الأمطار هذه جاءت من النظرة إلى اليد التي بدأت أشعر أنها أصبحت تتضخم وتخدل ولم أشعر لأنها مصابة ولم أرى الدم بسبب يعني الموقف الصعب وكذا لكن عندما التفت وجدت أنه هناك نزيف شديد جدا يعني من اليد وكانت درع أيضا مملوء بالدماء وأنا يعني صرت مش عارف هل هو اليد فقط أم أن هناك يعني مناطق أخرى من الجسد فأدركت أنه إن لم أموت بالصاروخ سوف أموت نزفا في هذه المنطقة النائية المهجورة الخطرة التي لن يتمكن أحد من الوصول إليها على الإطلاق تلفت وجدت شباب الدفاع المدني استشهدوا عبارة عن جثامين ممزقة وأين سامر أين سامر سامر كان بعيدا نسبيا وبيننا وبينه بعض الركام وبعض لكن بالنظر شاهدته أنه كان يعني راسه يتحرك غير مستشهد ولكنه لا يقوى على القيام نهائيا وواضح أنه الاستهداف كان أو الإصابة كانت صعبة جدا فبحالتي هذه لن أستطيع أن نقدم له شيء وهو لن يستطيع أن يقوم والصاروخ الآخر سوف يداهمنا بعد لحظات قلت سأجرب يعني بصيص الأمل الأكثر منطقية أن صح التعبير وهو أن أذهب باتجاه المكان الذي تتواجد فيه سيارات الإسعاف يفترض أنها وصلت وهو بعيد نسبية 800 متر تقريبا وضعت يدي على الجرح الذي رأيته في يدي وقلت أخرجنا من هذا المكان يا رب ومشيت مرة تقع مرة تقوم مرة تترنح مرة كذا لحد ما أنا يعني رأيت الشباب المسعفين بالعين المجردة يعني بدأت أصرخ عليهم بنوع من الهستيريا أنه استهدفنا تعالوا ادخلوا أمور زيك الواقع صعب السيارة لا تستطيع بسبب الرد والشباب معروف أي أحد يتقدم يستهدفوه فأكملت الطريق عندما وصلت طلبت منهم أن نعود لإجلاء سامر سامر على قيد الحياة مصاب قالوا الصح والأفضل هو إنقاذ حياتك لأنه لن نستطيع الدخول إنقاذ حياتك ومن ثم نرسل سيارة بعد تنسيق للزميل سامر ووضعوني في السيارة فعلا وانطلقوا فورا انطلقوا طبعا بدأت الاتصالات المكثفة من كل الاتجاهات من غزة والقدس والدوحة وكل يعني الأماكن حتى يكون هناك تنسيق محروف أنه جيش الاحتلال يوماطل عندما وافق كانت قد مضى وقت طويل وافق جيش الاحتلال الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني طلب سيارة صليب أحمر ترافقه لأنه في نهاية المطاف استهدفت سيارات الإسعاف في أماكن أقل خطورة بكثير من هذا المكان وبالتالي قالوا هذا بالتأكيد سوف يستهدفوا سياراتنا وكوادرنا هذا أكيد فطلبوا سيارات صليب أحمر الصليب الأحمر رفض وبالتالي هذا استغرق وقتا طويلا ما بين الموافقة الإسرائيلية وما بين طلب سيارات الإسعاف واستغرق الأمر نحو ست ساعات خمسة إلى ست ساعات عندما ذهبوا وجدوا بأنه الزميل سامر مستشهد رحمة الله عليه في مكانه ووجدوا هذا الجديد وجدوا أنه كان قد تحرر من درع الصحافة وحاول أن يزحف لكن كما يبدو ضربوا استهدفوه بصاروخ آخر فاستشهد وبالتالي كانت إصابته صعبة للغاية على مستوى هذا الجزء يعني بالكامل بالكامل ويعني هذه كانت من تجربة المؤلمة فصل آخر من فصول الابتلاء ثم جاء الفصل الثالث مع نبأ استشاة حمزة ورفيق رحمة الله على الجميع في هذا الخبر كان بالتأكيد يعني أنا كنت برضو في منطقة خنيونس مستشفى ناصر على رأس عملي يعني واتصل علي أحد الزملاء من منطقة رفح اللي صار فيها الاستهداف فقال لي أبو حمزة حمزة الصوب تعالي بسرعة طبعا أنا فورا تحركت يعني في البال معروف أنه يعني صعب يعني أنه يكون إصابة لكن دائما هناك أمل يعني يراود الإنسان ففعلا تحركت فورا ووصلت إلى المكان السيارة اللي استهدفه عندما نظرت يعني وجدت أنه السيارة قد تقريبا تفحمت يعني فأدركت أنه أحدا لم يخرج على قيد الحياة من داخل السيارة وأكملت طريقي حتى لم أنزل إلى السيارة أفقدها وأمور زي هيك لأنه في النهاية نقلوهم إلى المستشفى أكملت الطريق على المستشفى وهناك وجدت بالتأكيد يعني جثة ابن حمزة ابن البكر حمزة و يعني هذا موضوع كان هنا يعني لا نريد أن نهيجي الأحزان مجددا لكن هذه شهادة ينبغي أن توثق للتاريخ وفي نهاية المطاف العدد الذي قتل واستشهد من الصحافيين في قطاع غزة على مدى الشهور الأربعة الماضية يفوق أو يقترب من ضعف عدد الذين قتلوا على مدار سنوات الحرب العالمية الثانية الست أو الخمس بأكملها فهذا عدد ضخم جدا يعني ما تقصه يا أبو حمزة قد لا يرقى إلى مستوى الخيال في التصديق لو لأننا نشاهد فصول هذه الأحداث يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة على شاشات التلفزة وفي وقائع غير قابلة للضحط أو تشكيك يعني أن أنت لست بلا مشاعر أو الناس في قطاع غزة ليسوا بلا مشاعر وهم من لحم ودم ويشعرون مثلنا لكن يعني ربما أنقل للمتابعين عبارات أنت قلتها لو استسلمت للحزن أو لو حزنت لا استسلمت والبركين في داخلي لكن هذه البركين ينبغي أن أقمعها وأتغلب عليها حتى تؤدى الرسالة كاملة ما هو السبيل إلى تحمل كل هذه الألام وكل هذه الصعب والله بحسبة بسيطة لا يوجد سبيل ولا يوجد تفسير ولا يوجد منطقية في هذا الأمر أبداً لكن كما قلت لعل الله سبحانه وتعالى هو من يربط على القلوب وهو من يمدنا بكل هذه القوة الخارقة للعالم حقيقة يعني إحنا لما لما الإنسان يوم ورا يوم بتعرض لهذه المحن ولهذه الاختبارات لهذه الامتحانات لهذه الابتلاءات يعني يعني حتى يعني حتى من لم يتعرضوا حتى من يشاهد يعني الناس اللي بتشاهد الشاشة مش قادرة تتحمل هذا الموضوع لكن في نهاية المطاف كما قلت يعني أنا شخص وطنت نفسي على هذا الأمر حقيقة يعني أنا أدركت منذ البداية أنه إحنا نعمل في مهنة صعبة في مكان صعب جدا وبالتالي أي شيء وارد وأنا من بيئة ربما يعني اختصها الله بالابتلاءات والامتحانات من هذا القبيل يعني وهي كثيرة يعني شايف ولذلك ربما هذا أعطانا بعض القوة أعطانا بعض الحصانة أعطانا بعض التهيئة طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وقدرته ودائما كان حقيقة سيطر علي أنه أنه أنت إيش البديل إيش البديل يعني أنت اليوم أوكي أنت جاعد بتخسر يعني كأنه أسرتك جاعدة تستنزف شيئا فشيئا 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 بيقدموها شوية شوية حتى يأذوك حتى يعني يعني يعاقبوك بطريقة مؤلمة جدا فيها تلذر فيها تشفي يش خسارة لحاجة أبو حمس لكن بالمنطق البشر يعني لكن في نهاية المطاف شو أنت أمامك أنه تسوّل بدك تخرج من المعركة حقك أوكي بس في الأخير يعني أنت ما عملت شيء اليوم أصبح أنه أنت بالأول كنت تقوم بدورك كصحفي وواجبك كصحفي وواجبك كإنسان فلسطيني أهله وناسه بتعرضوا لهذا القصف ولهذا لهذا الضمار ولهذا القتل ولهذا الجرائم لكن بعد هيك أنت كمان لا دفعت من لحمك ومن دمك ومن عظمك ومن روحك دفعت من كل هذه الأشياء فبالتالي أصبح الأمر أصعب بكثير والحافظ أكبر بكثير وبالتالي يعني أنا بالنسبة لي على الأقل يعني قررت أن أواصل هي من عند ربنا حتى يعني حتى يعني أنا بالنسبة لي اعتبرت أنه أنا عشت كثيرا يعني أكثر مما ينبغي بكثير وكان الأصل أنه يكون الاستهداف أصلاً إلي ومع ذلك يعني هي هذه ربنا سبحانه وتعالى أول إختارها يخرج الحياة من الميت وربما يختار لك الأدوار نعم أيضاً ويختار لك أنه أنت تتعاطى كيف تتعاطى ويعينك علينا يعني هو إحنا الناس بالتأكيد قدرات في النهاية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى يعني في بعض الناس يبتلوا ويتنحوا جانباً يتواروا مثلاً لا يستطيعوا التحمل أحياناً ينهاروا الآخرين لا في آخرين بيقدروا يواجهوا ويقاوموا ويواصلوا وأمور زي هيك وإحنا يعني لا يجوز أن يظن أحد أنه هذه الابتلاءات والمحن اللي إحنا تعرضنا إلها هي ابتلاءات سهلة لا يجوز هذا هذه ابتلاءات يعني صعبة 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 وقاسية قاسية جداً 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 ومؤلمة مؤلمة جداً جداً أيضاً على كل الأصعدة يعني لما نتحدث عن الأسرة تحدث عن الزوجة كانت هي البيت هي البيت يعني أنا مش موجود في البيت أساساً ولما نتحدث عن محمود رحمة الله عليه هذا الولد اللي كان مفعم بالحياة وكان يعد نفسه لأن يكون صحفيا ناطقا باللغة الإنجليزية تحدث عن شام ريحانة البيت التي دخلت عامها الأول في العام الدراسي الأول قبل الحرب تحدث عن آدم تحدث عن خمسة من أبناء إخوتي في نفس الضربة استشهدوا بعض أقاربي 14 شخص آخرين من أقاربي في نفس الضربة ذهبوا على سبيل المثال وعندما تأتي استشهاد الزميل سامر وأنت تعرف يعني معنى هذا الأمر أن تفقد واحدا من زملائك من أعز أمام عينيك وأنت تشعر بكل هذه الصعوبة والأهوال والعز في بعض الأحيان من أن تقدم المساعدة لا لك ولا له وسامر يعني من أعز الناس إلى قلبي وكان هو من بداية الناس اللي عملوا معي في قناة الجزيرة ومن ثم تكلل باستهداف حمزة وكل الناس تعرف من هو حمزة بالنسبة لي وفي لحظة ما يعني هذا أمر جلل جدا ويعني لكن تفوض أمرك إلى الله يعني لا يوجد أفضل يعني أنا لا يوجد أفضل من أنه أنت ترضى أنا بقول دائما والله كلمة السر لاحتمال أي صعب أي معانا أي مصيبة أي ابتلاء أي اختبار هو أن ترضى وتحتسب وتسلم أمرك لله سبحانه وتعالى لأنه أي خيار غير هيك راح يكون خيار مميت وقاتل وصعب ومؤلم ومر وأمر الله سوف يمضي لا اصبر واحتسب وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وقل يا رب يعني نسألك القبول وهذا هو اللي كان بيقوينا دائما يعني أخ محمود هذا هو اللي كان بيقوينا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إله راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذا أردنا أن ننتقل من وائل الدحدوح الشخص الذي يعيش في غزة والذي ابتلي بهذا الأمر إلى وائل الصحفي الذي يرقب بعينيه ويلاحظ التطورات السياسية والعسكرية والميدانية لما يجري في قطاع غزة كيف تقرأ ما حدث منذ السابع من أكتوبر؟ كيف استقبلت أصلا الحدث السابع من أكتوبر؟ وهل كنت تتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي بهذه الصورة؟ هو أطلع لا أحد كان يتوقع هذا الحدث بهذا الحجم وبهذه المواصفات وبهذا النجاح أنا حتى دائما أقول قناعتي أو تحليلي أنه حتى الذين ذهبوا لتنفيذ السابع من أكتوبر في غلاف غزة لم يكونوا يتوقعوا هذه السهولة وهذا النجاح وهذه النتيجة التي أظهرت إسرائيل ككيان عاجز إلى حد كبير لم يكونوا يتوقعوا وبالتالي من باب أولى لا أحد كان يتوقع طبيعة هذا الرد حجم هذا الرد صعوبة هذا الرد عنف هذا الرد لكن على مستوى الشخصي أنا أسكن في منطقة تل الهوى في الصباح عادة تخرج من مناطق قريبة وهي منطقة ذات طابع زراعي إلى حد ما وفيها هدوء كثير فعادة الصواريخ التي تنطلق باتجاه البحر تقوم بها الفصائل الفلسطينية للتجار صاروخ تجربية يعني سمحت صوت صاروخ صاروخين لا مش طبيعي مش تجريب هذا فتحت الشباك فوجدت أنه اتجاه الصواريخ مش تجاه البحر تجاه شرق يعني تجاه الأهداف الإسرائيلية والصواريخ بدأت تنبعث من أكتر من مكان فأدركت لا لا هل هو خطأ هل هو في حاجة في خلل صار على المنظومة الصواريخ فيه إشي زي أنا أحدث نفسي في أجزاء من الثانية وتناولت الملابس وأنا أتحدث وقلت لهم وطنافسكم لثلاث أربع شهور وانطلقت إلى المكتب لكن لم أتوقع أن هذا الحدث أنه سيكون على هذا النحو وعلى هذا النجاح وما شابه ذلك والنتائج وبالتالي لم نتوقع أنه نتوقع قد توقعنا أنه بعد أن بدأت تأتي التفاصيل والصور والمعلومات عن الذي حدث ويحدث على مدار ساعات في غلاف غزة وإسرائيل لم تبدي ردة فعل كما هو العادة عندما كانت يعني تنطلق قذيفة صاروخية من قطاع غزة ردة الفعل الإسرائيلية كانت فورا تكون بغارة إسرائيلية طائرات تقصف المكان أو تقصف بعض المواقع أو بعض الثكنات أو بعض نقاط الرصد لكن في هذه المرة على الأقل داخل قطاع غزة لم نشاهد لا طائرات ولا قصف إسرائيلي على مدار نحو سبع ساعات وهذا أمر كان مريبا جدا يعني ما الذي يحدث لا يعني ما حدش كان بتخيل اللي بصير قاعد اللي صار واللي بصير المشاهد والناس وأسر إسرائيليين وبيقتحموا أماكن مناطق الغلاف وبيدمروا قاعدة فرقة غزة ومنطقة إيريز وبعد لا لا هذا موضوع يعني كبير وكبير جدا أدركنا أنه بالفعل الفصل التاني من هذا الموضوع سيكون خطير وخطير جدا وكبير جدا لكن عندما بدأنا في أتون هذا الفصل بالتأكيد كان ربما يفوق التوقعات باعتبار أنه كما قلت الطابع الأساسي لهذا الأمر كان هو الانتقام أكثر منه يعني استهداف ربما أهداف أهداف معروفة للفصائل للفصائل أو حتى اغتيال أشخاص أو ما شابه كان هو عملية انتقام حقيقية بتدمير المنازل والأبراج والمقارات والبنى التحتية في قطاع غزة بمئات الطلعات المقاتلات الحربية التي تعج فيها سماء قطاع غزة كل هذا الأمر بالتأكيد يعني يعني خلق واقع ربما الآن بعد كل هذه الأيام يحاول قراءة المشهد لا تدرك أنه الموضوع ليس كما تظن ولذلك أنا قلت أنه ربما المنفذين لم يتوقعوا ما جرى وبالتالي لم يتوقعوا ما تلا بعد ذلك من قصف إسرائيلي وعنف وحرب إسرائيلية ولذلك كأن الله سبحانه وتعالى من وجهة نظري هذا كأن الله سبحانه وتعالى بالفعل يعني أراد شيء وهم أرادوا شيء آخر يعني هم ذهبوا إلى شيء وكأن الله سبحانه وتعالى اختار شيء آخر ليمهد إلى شيء في علمه وفي حكمته فهذا الذي حصل وإلا لما كان يحصل أنا أذكر أخ محمود يعني في حرب عام 2014 بعد هذه الحرب قابلت مجموعة من كتائب القسام قامت بعملية نحي العوز خلف الخطوط وهي صورة الحرب كانت الصورة الشهيرة للجند الإسرائيلي في الموقع العسكري الذي قتلوا كل أفراد وهو يصرخ ويمسك بقدم المقاوم الفلسطيني ويحاول أن يستجدي به قابلت قابلت أحد المقاتلين خلال يعني عمل فيلم قناة الجزيرة هو فيلم المجموعة رقم 9 وعرض سألت سؤال فقلت له أيامها كيف وجدت المهمة خلف الخطوط وكانت عمليات حديثة لسه جديدة يعني وكانت مبهرة وكانت صورة الحرب في ناحي العوز لأنه من الصور القليلة التي تصدرت المشهد فرد علي بكلمات وهو يبتسم من خلف القناع ويقول أنا عندما ذهبت إلى ناحي العوز وجدت أنه المهمة التي قمت بها لا تستحق التدريب الذي تدربته أسهل مما كان يتصور واللي صار في ناحي العوز بالفعل هذا في 2014 واللي صار في غلاف غزة بالتأكيد يعني كان أسهل مما كان يتوقع المنفذين ولذلك ربما ربنا سبحانه وتعالى يهيئ للشيء والأحديد يعني لو تواعدتم لاختلفتم في المعايق وربما يعني حتى في السيرة النبوية كثير يعني كان الصحابة يخرجون لشيء لكن الله سبحانه وتعالى يعطيهم شيء آخر لأنه يؤسس لمرحلة مثلا على سبيل المثال وهذا الأمر بالتأكيد يعني شغل رب العالمين بالتأكيد وربما مرتبط بكل شيء لأن الأمر أخ محمود تعرف أنه لا يتعلق بقضية عادية هو يتعلق في نهاية المطاف بقضية فلسطين وقضية فلسطين أنت تتحدث عن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأرض المحشر والمنشر ويعني هي قضية رب العالمين في نهاية المطاف ليس قضية الفلسطينيين وحدهم ولا قضية المقاومين الذين ذهبوا إلى غلاف غزة لكن الرسالة الثانية هي أنه هذه المنطقة ربما يعني مرة أخرى لعل الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب أهل غزة واختار لهم هذا الأمر رغم أنه قاسي ومؤلم وصعب ومكلف جدا ومرعب جدا وما زالوا يدفعون هذا الثمن لكن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم واختارهم في هذا المكان واختار لهم هذه الوظيفة وهذه الدور ودائما دائما دائما عندما يعني تكون هناك رسائل من الله سبحانه وتعالى دائما تكون شديدة الوضوح شديدة الأثر ولعل ما حدث في قطاع غزة أنه كل هذه النتيجة الكبيرة يعني احنا تربينا أنه إسرائيل لا تمس الجيش لا يقهر المزح مع إسرائيل فيش في وكل العالم الدول والشعوب مقتنعة ومستسلمة لهذه القضية التي باتت كالقدر في كثير من المواطن والأماكن ولكن أنه مكان زي غزة مكان بسيط يعني جيب جغرافي في عرف كل الاستراتيجيين وعلم كل العسكريين هي منطقة ساقطة لا تصلح لا للحرب ولا للقتال ولا للمقاومة ولا للصمود وهي منطقة لا يوجد فيها مقدرات ولا إمكانيات ولا جبال ولا هضاب هي منطقة عبارة عن 365 كيلو متر محاصرة بالبحر ومحاصرة بالحدود الإسرائيلية وفيها يعني بوابتين للأكل والشرب فقط لا غير إلاها 18 سنة محاصرة فيها حوالي خمس حروب كبيرة وحوالي ثلاث أو أربع حروب صغيرة وخلال كل هذه الحروب كانت حصار وإنه هذه المنطقة تفعل كل الذي شهاده العالم وأصبح مقتنع تماما لا كل هذه القناعات كائنة خرافة لا يا عم إسرائيل تمس وهذا الجيش يقهر ويمكن هزيمته ويمكن يعني عمل كثير جاء من أضعف نقطة لم يأتي من مكان مثلا يعني بلد كبير مقدرات ولا جيش ولا غيره هنا رسائل رب العالمين وهنا إرادة رب العالمين تأتيه وتتجلى ولذلك أعتقد أنه هذه الحرب على صعوبتها وعلى كل تفاصيلها لم تخلو من هذه الرسائل ونحن بالتأكيد عندما خرجنا من قطاع غزة أصبح ربما هناك متسع من الوقت لقراءة بعض تداعيات هذه المنطقة التي لم يتسنى ربما لنا قراءتها خلال العمل داخل الميدان وصعوبة الميدان وأشياء هيك وجدنا أنه لا يعني اليوم أنه بخلاف الحديث الذي تحدثنا عنه اليوم في هناك لا في هناك تداعيات على مستوى العالم على مستوى العالم إسرائيل صورتها تعرت شئنا أم أبينا وسقطت في مواقع كثيرة ومواطن كثيرة على المستوى الشعبي على الأقل حتى في المعاقل التقليدية للرواية الإسرائيلية والصورة الإسرائيلية ناس كثر حتى في أمريكا تحرروا من قضية معادات السامية وقضية أن إسرائيل لا تمس الناس هناك يسبون الذات الإلهية ويسبون الرئيس ويسبون كل المقدسات لكنهم لا يستطيعوا أن يقتربوا من موقف إسرائيل أو تغير هذا تغير يعني كثر من يعني اليوم تجدهم مسيرات كثيرة أمام البيت الأبيض وهم أمريكيون دعنا من المسلمين والعرب ولذلك هذا الأمر هو يعني لو أنت رصدت له أخ محمود كل الإمكانيات وكل الإعلاميين وكل الفضائيات وكل لن يحدث أبدا لا يمكن أن يحدث ولذلك في يد إلهية هذا ما فيه هذا يعني ما حد يقول يعني مثلا حدثني صديق وزميل صحفي هنا في الدوحة أنا يعني التقيت فيه قبل عدة أيام جاء ليسلم عليه قال قال بأنه ذهب إلى اليمن وهو يعمل أفلام عن حلقات بعض المخيمات والجوع والفقر وكذا وذهب إلى منطقة نائية جدا مرتفعة على يعني سبع تمن ساعات صعودا على الجبل حتى تصل إلى القرية وبالتالي كانوا مضطرين أن يبيتوا في تلك القرية لأنه لا يمكنهم العودة وصلوا الفجر في أحد المساجد الناس على قمة هذا الجبل لا تعليم ولا يعني حلى فطرتهم وسجيتهم في هذه المنطقة وكذا بيقول لي كل الناس في المسجد يدعونا إلى أهل غزة هو لا يوجد تلفزيونات ولا يوجد يعني في المناطق يدعونا إلى أهل غزة قال لي والله كانوا بيدعوا لأسرتك بالإسم في هذه المنطقة النائية يعني ناس تتصل من أقصى صعيد مصر مثلا ولا في منطقة نائية مش عارف وين في الجزائر ولا في الصحراء مش عارف إش هو بتواصلوا يعني بعض الناس بيقول لك يا عمي إحنا أيام وليالي يجيب الرقم أو حدا يقول والله واحد حملني رسالة يقول لك يا عمي إحنا ندعو لكم وندعو إليك هذا شيء لا هو شغلي ولا شغل فضائية هذا شغل رب العالمين ولذلك هذه من الأشياء أنا مش عايز أقطع استرسالك في هذا الكلام لكن المسجد الذي نصلي فيه في لندن يقنط لأهل غزة تقريبا في كل الصلاوات في الصلاوات الخمسة وهذه لندن وإلك صورة جدارية ضخمة في أحد أحياء لندن ربما لا تعرف هذا الأمر لكن هذا يعرفونه سكان هذه المنطقة أنه أيل الدحدوح ليه جدارية ضخمة وأنا لا أتحدث اللغة الإنجليزية على الإطلاق ولا ليك عبد في بريطاني وهي هذه مشاهد تكررات يعني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا نسأله القبول وعشان هيك أنا بقول أنه ربنا سبحانه وتعالى حاضر بالعناية رقم قساوة المشهد ومرارته يعني إذا تحدثنا إحنا عن المعاناة في قطاع غزة المستمرة يعني تحتاج إلى أيام وليالي ولا تفيها حق الصراعة يعني من المعاناة ربما إحنا كصحفيين نجتهد بكل الكاميرات الموجودة أنه نركز على قصف هنا أو قصف هناك للمشاهد يستنتج أنه هذا هو الواقع في قطاع غزة لكن ما يحدث أكبر بكثير من إمكانياتنا ومن عدسات الكاميرا وغيره وأكثر من ذلك وهو من وجهة نظري لا يقل أهمية معاناة الناس لحظة بلحظة دقيقة بدقيقة ساعة بساعة يوم بيوم معاناة الناس هذه لا تستطيع الكاميرات أن ترصدها وتوثقها إلا ما نظر لأن الناس كلها مشغولة في تغطية الأحداث الكبيرة لكن حياة النزوح أنت عينت الأمرين في مناسبات كثيرة جدا من خلال وقاعة هذه الحرب التي امتدت لأكثر من أربعة شهور أقصد الغرق في التفاصيل اليومية والتفاصيل المعاناة الصادمة التي لا يتصورها عقل وفي المقابل الصورة الكلية التي تحدثت عنها وقلت إن الأمر تغير هناك شيء جديد هذه المرة ويدل الله تعمل في الخفاء هل غيرت الحرب والمتابعة الحثيثة لتفاصيلها من نظرتك لمستقبل القضية الفلسطينية يا شوف ربما غيرت كثيرا بالنسبة لكثير من الناس يعني أنا بالنسبة إلي ربما عززت يعني من فضل الله هذه الحرب يعني على مستوى الشخص على الأقل يعني إحنا لدينا تسليم بأن الله سبحانه وتعالى هي هذه فلسطين هي قضيته وأنه هناك وعد إلهي قطعه في الكرآن الكريم ونحن لا نشك به أبدا ربما سنة سنتين عشر عشرين هذا موضوع يعني مش قصتنا بالمرة ولذلك ما حصل ربما خلق نموذج حي إنه هذا الأمر قابل للتطبيق هذا الأمر سيأتي إلى محالة تخيل إنه إحنا بنتحدث عن مجموعة مكونة من ألف ولا أكتر ولا أقل وعملوا كل هالشغل تخيل أنت يعني لو بدك تحكي أنت على أبعاد مختلفة يعني أوسع من هيك سواء على مستوى فلسطين أو على مستوى الأمة العربية أو على مستوى العالم الإسلامي الأمر مختلف يعني هذا هو الأهم في الموضوع إنه هو أقامت نموذج وأنا بأعتقد إنه هذا أهم شيء وأخطر شيء بالنسبة لإسرائيل التي اعتبرت إنه ما حصل في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر هو بمثابة سقوط الدولة وخسران الدولة وما حدث بعد ذلك هو محاولة لاستعادة الدولة فيما أطلقوا عليه الاستقلال الثاني لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهذا الأمر كما قلنا هو الأهم من وجهة نظري بالتأكيد هو يعني جسد هذا الواقع عزز قناعات موجودة غير قناعات عند قطاعات واسعة من أبناء القضية ومن أبناء الأمتين العربية والإسلامية هذه الزيارة تسنى لي الاحتكاك ببعض الشرائح من فئات عمرية مختلفة ومن مشارب مختلفة ومن نخب ومن كذا لا الأمور تتغير يعني كنت في زيارة أنا قبل يومين دعاني أحد الأصدقاء فتخيل على هامش الزيارة في البيت ابنه في إحدى المدارس هنا يدعس في قطر هنا فقال لي لك هدية من مدرستي إيش جاب صندوق مغلف ومزين أنا حقيقي يعني كلي بس لو سمحت أقعد في مكان وأنا بدي أجيب لك الهد أنا قلت إيش جايبين يعني فيه إيش فيه هدية فيه جزا فاجأ بالصندوق فتحه وكأنه بحربني نفسيا هو يعني فتح الصندوق وأزال الغطاء وإذا به مليء يمكن مش أقل من مئة رسالة من زملاته من طلاب المدرسة من صفوف مختلفة ابدأ من سبع سنين وثمان سنين حتى تصل للثانوية بهذا جيل التيك توك كل واحد بخطه كل واحد إشي بورقة مزيحة من دفتر إشي مصممها ومزخرفها وتعبان عليها إشي قصصها كأنها مظروف رسالة رائعة إشي مخطط بخطه وكل نص يختلف كل متن يختلف كل توقيع يختلف كل شكل يختلف مطوينها مزبطينها مهتمين فيها حطينها في هذا الصندوق ومن بينها رسالة من المدرسة المشرفة على هذا الموضوع وأنا مش متواعد يعني لا معا ولا وما كانش ممكن مش معروف أنه أنا بدي أطلع من غزة فرسائل أبكتني يعني أنه أنت أنت يعني كل الصفات اللي جاءت في وسائل الإعلام المختلفة تجري على ألسنة الأطفال يا رجل يعني ويدعون لغزة ولنا لا 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 موضوع مختلف ناس كتير من اللي إجوا صدقني جاءوا بأطفالهم وقالوا إحنا يعني مش عارفين ننام الليل الأطفال بدهم بس يجوا يسلموا يصوروا أنه أنت من ريحة غزة أنت اللي شافوك صابر صامد بالنسبة لهم في نموذج ملهم صار سواء بالنسبة لحالة الشخصية أو بالنسبة لقصة غزة بالكامل هذا النموذج الملهم هو المهم هو الذي أحدث التغيير لا الناس في مناطق كثيرة بما فيها المناطق التي عادة لا تكترث كثيرا ولديها ما يشغلها وما شابه ذلك لا في ناس اتغيرت اهتماماتهم في الحياة أطفال بدأوا يحاكون ما يشاهدونه حتى في ملابسهم في طعامهم يقاطعون بعض المطاعم ومنزلين أبلكيشن على جولاتهم لا هذا في المقاطعة هذا ماش في المقاطعة هذا كذا هذا الحي كفية مش عارف غزة فلسطين القضية القدس المستوط لا أشياء لا مختلفة تماما هذا يذكرني في عصر الانتفاضة الأولى عام 88 عندما كانت الناس يعني للحظة ما يعني تعيش في ظل الاحتلال وما شابه إلى أن جاءت الانتفاضة الأولى وأطلقت شرارة وأصبح الجيل الصغير يعيش تفاصيل القضية الفلسطينية عادت إحياء القضية الفلسطينية في نفوس أبنائها وفي نفوس العالمين العربي والإسلامي على النطاق أوسع كثيرا حتى مش العالمين العربي والإسلامي فقط يعني كمان في البلاد التقليديا بالتأكيد الداعمة لإسرائيل والراعية لها هناك جيل جديد مختلف تماما نظرته لهذه القضية مختلف تماما نظرته للاحتلال ويعرف تفاصيل دقيقة ربما لا يعرفها كبار السن في بلادنا نحن صحيح وهذا يعني يكتسب أهمية أخ محمود لأنه إحنا قبل سبعة أكتوبر مع الأسف يعني كان المستوطنين والحكومة الإسرائيلية والجيش في القدس الصور اللي بتطلع يعني تستفز الحجر أعتدون على النساء وعلى المرابطات وعلى المرابطين وعلى المصلين يدخلوا من يشاء يخرجوا من يشاء يقتحموا المسجد الأقصى في كل يوم في كل صباح ويصعدوا ولا أحد يحرك ساكن كانت الناس حتى كثر من أبناء القضية الفلسطينية وبالتالي العالم العربي والإسلامي أنه القضية الفلسطينية ذهبت أدراج الرياح هناك تطبيع وهناك اتفاقات وتفاهمات والكل يتسابق على إقامة علاقات ونقل سفارة إلى القدس كل هذا الأمر زرع الشك في قلوب بقسم كبير من أبناء القضية وابناء العالم العربي والإسلامي أنه هذه القضية خلاص إلى اندثار وإلى لم تعد الهيكل ولمسجد فكثيرة حقيقة سبيع قليلة عصفت بكل هذا الترتيب دقائق قليلة عصفت بكل هذا الموضوع بالفعل وهذه بالتأكيد كما قلنا نعود كأنه نعود إلى نفس القضية لا أنه فيه ترتيب وبالتالي يجب أن نقول بأنه ما قبل السابع من أكتوبر بالتأكيد بمعية الله سبحانه وتعالى لن يكون كما بعدها هل كنت تتوقع السقوط المروع لبعض وسائل الإعلام الغربية التي كانت تنسب لنفسها حرية التعبير والحفاظ على المصداقية والمهنية والحياد في مناطق النزاعات وغير ذلك من هذه الشعرات الكبيرة التي تهاوت فجأة بعد السابع من أكتوبر والله يا أخ محمود احنا صحفيين ونعيش في الحق للإعلام ونعرف أنه لا هناك مشارب مختلفة وهناك وسائل إعلام تتصنع هذا الدور وتصدر هذه الشعرات لكن في نهاية المطاف لديها سياساتها ولديها انحيازها ولديها تمويلها وما شابه ذلك ولكن ربما كان السقوط مروعا ومريعا يعني أنه أكثر مما توقعنا يعني دائما كنا نقول بأن هذه الوسائل الإعلامية حتى عندما تريد أن تنحاز ربما على الأقل بعضها يعني ربما يحاول أن يدس السم في العسل يحاول أن يغلف روايته بنوع من أنواع المهنية إلى حد ما لكن سقط كل هذا وهذا ربما من الأشياء التي فاجأتنا ولكن لاحقا إذا أنت برضو بتطلع حتى هذه الوسائل الإعلام أعادت الاعتبار وأعادت تقييم الموقف ولم تعود على نفس الشاكلة لأن الأحداث تجاوزتها وفضحت روايتها وكذبتها على أرض الواقع بالتأكيد وهذا الأمر ولذلك هذه الوسائل خسرت خسرانا كبيرا جدا لسيما ونحن في عالم السوشيال ميديا الذي أطلق ليكون أحد أهم وسائل العولمة التي ربما تبث من جانب واحد وباتجاه واحد والسيطرة على الجيل والاستحواذ على عقليته والمعلومات التي تدخل إلى ذهنه وصناعة إنسان جديد لكن هذه الوسائل أصبحت هي سلاح ذو حدين وهي التي كسرت هذا الاحتكار وكثر من التجارب الإعلامية وان بينها الجزيرة كان لها تجارب في بلد مثل أمريكا واحتكار الكوابل شركات الكوابل وغيرها وهذه الوسائل المواقع والمنصات أصبحت تصل إلى الناس لم يعد بالإمكان على الرغم من محاربة المحتوى هذه المحاربة الشاسعة والواسعة والشرسة ولكن في نهاية المطاف أصبحت تصل المعلومات والحقائق تتكشف والناس حتى ربما فاقت مجرد وصول المعلومات لتصل إلى جوانب دينية على سبيل المثال فهذه الوسائل الإعلامية خسرت هذه الجولات ودفعت ثمنا من مصداقيتها والثقة بها وهذا أمر مكلف لأي وسيلة إعلامية أن تفقد الثقة هذا أمر مكلف ومن غير الممكن استعادة الثقة ببساطة وبسهولة وبالتأكيد هناك وسائل الإعلام في المقابل لا عززت موقعها واكتسبت ثقة الناس مجدداً وتعززت هذه الثقة وفتحت بلداناً وقلوباً وعقولاً وحلقت في الفضاء يقولون أن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب كيف كان التحدي بالنسبة لرجال الجزيرة وأنت على رأسهم في قطاع غزة للتجرد والموضوعية والحياد دون مبالغة في نقل الحقيقة والله أنت حدثنا عن المبالغة أي مبالغة أمام ما يحدث مش ممكن تبقى مبالغة وصغير عقيل يعني وأنت أنا دائماً أقول والله أنت في بلد مثل غزة أو فلسطين فيها احتلال واضح معروف بالقانون الدولي بتوصيف القانون الدولي يعني مش إشي عاطفي ولا هذا اختراع فلسطيني لا بالقانون الدولي هذا احتلال واضح وفي شعب محتل وفي قضية وبالتالي أنت أمام هذه القضية وأمام ما يحدث خصوصاً في ظل الحرب أنه أنت لا تحتاج لا إلى تضخيم ولا إلى تهويل ولا تحتاج إلى تهوين ولا تزيف أقول لك أكثر من هيك إحنا في كثير من الحروب والله كأن الحرب على الهواء مباشرة لأنه ساعات طويلة الجزيرة تفتح البث قال تغطية مفتوحة منذ بداية الحرب وحتى نهايتها وحتى تغطية ما بعد الحروب السابقة وعلى رأسها هذه الحرب أنت في ساعات متواصلة وطويلة وتنقل الصور على الهواء مباشرة لا تحتاج يعني حتى لا تدخل منتاج أحيانا لا تدخل منتاجها وبالتالي لا مجال لتغيير ولا تزيف ولا تحريف ولا تهويل وبالفعل أنت لا تحتاج لأنه ما يحدث كبير جداً وعظيم جداً وأنت أصلاً غير قادر على الإحاطة به وعلى تغذيته فكيف تهول أصلاً يعني فعملياً هذا موضوع مفرغ منه مسلم فيه لكن هذا الدور حتى تقوم أنت كعامل في قناة مثل قناة الجزيرة تفتح بث وتغطية على مدار اللحظة وعلى مدار الساعة وعلى مدار اليوم وعلى مدار الشهر والشهرين والأربعة ودخلنا في الشهر الخامس طبعاً هناك تحديات كثيرة جداً أنت بتكلم عن الجانب التحريري آه النزاهة والعدم المبالغة مفرغ منه أنا معتبر مسلمات فيه من أين أتيتم بكل هذه الكوادر المدربة إعلامياً التي تتحدث هؤلاء الشبان العاملين الآن طلع هو أساساً إحنا لدينا طاقم موجود أصلاً عامل وطاقم لا بأس به شايف كيف من حيث العدة والعتاد لأنه تجهزات سنيحة الحدث ضخم جداً الحدث ضخم جداً يعني هذا يأتي دور ربما الاستعداد أكثر والانتشار أكثر ومحاولة الاستثمار الأصح للإمكنات المتوفرة البشرية واللوجستية بالتأكيد فيما يتعلق بالموضوع حتى تغطي أكبر قدر ممكن أن تستطيع الوصول إليه من الصورة والمعلومة والأماكن الجغرافية وما شابه لكن حتى هذا الأمر لم يتسنى لنا بشكل كبير لأنه يعني على سبيل المثال استهداف الصحفيين يجعلك تتحرك بحذر كبير شداً جداً وتحت خطر شديد جداً وكل حركة تعتبر مغامرة قد لا تعود منها على الإطلاق وهذا أمر الشيء ربما الجديد إنه إحنا يمكن الناس بتعرفش إنه إحنا في هذه الحرب حتى قبل إخلاء مدينة غزة إحنا هجرنا المكتب عدة مرات بسبب تهديدات يعني فجأة أنت تستثمر في هذا المكان وأجهزة مثبتة وموجودة وتجهزها تسنين يعني عشان أنت تخليه تحتاج إلى أيام وليالي لأنه في أجهزة كبيرة وأشياء كثيرة ويطلب منك أنه فوراً تخلي المكتب طيب فيش كهرباء أصلاً لا أصلاً تصير مثلاً ولازم يكون فيه مرونة للتكايف بعض الظروف الجديدة هي هيك الفكرة فأنت تحتاج إلى أحياناً أفكار إبداعية من وحي المكان يعني مثلاً إحنا حولنا كل سيارة لمكتب كل السيارات الموجودة عنا عبارة عن مكتب وزعنا الأشياء سيارة في الشمال سيارة في الشفة سيارة في الوسط مثلاً على سبيل المثال وحتى لو صار ما صار ذهبنا إلى مكان آخر المكان الآخر استهدف عدنا إلى المكتب بعدها أصبحنا مشردين بعدها طلبوا أنه مغادرة قطاع غزة غادرنا يعني كل الطاقم لأنه كل الصحفيين غادروا الآن والأنور والصليب والهلاء كل الدنيا غادرت مدينة غزة لأنه فيه هناك مخطط إسرائيل فيه هناك مخطط إسرائيل لإبادة غزة وتدميرها وبالتالي من يبقى في قطاع غزة يتحمل مسؤولية هذا القرار فكان كل الصحفيين فوراً اختاروا أنه يغادروا للمكان بتعليمات من وكلاتهم وأمور زي هيك طبعاً يعني الطاقم معظم أفراد الطاقم أيضاً غادروا لكن أنا اخترت البقاء في مدينة غزة مع المصور حمدان والمصور ماهر أبو دقة والسائق محمد أبو دقة فبقينا لوحدنا في هذه المنطقة وكانت بالتأكيد يعني تجربة فريدة من نوعها على كل الأصعدة على المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي على المستوى اللوجستي أنت في قطاع غزة لا يوجد على سبيل المثال مساعدة لا يوجد محلات لا يوجد في فترة من الفترات طبعاً المخابز أغلقت واستهدفت وحتى الواحي الطاقة الشمسية اللي على أسطح المنازل وهذه المخابز استهدفت أيضاً وبالتالي هو تجفيف للمنابع وعوامل الصمود وهذا الأمر أحياناً يعني يضحك في تجربة صعبة جداً طب من أين كيف ستأكل كيف ستشرب من أين ستأتي بكل هذه الأشياء على مستوى تنسيق العمل بينكم يعني لما أطعت الاتصالات كيف كنتم تتواصلون وترتبون هذا يظهر من هذه المستشفى وذلك يظهر من الشمال وهذا من الوسط إزاي يعني تجارب صعبة احنا كنا على مدار اللحظة حقيقة نعمل في اللوجستيات أكثر مما نعمل في جمع الأخبار حقيقي هذا الكلام يعني هذا هو واقع الحال الأخبار في كل حتة حيثما وقعت عيناك في قطاع إذا تلاقي خبر تنقله يعني عشان أنت توفر ربطة خبز قصة وحكاية يمكن تحتاج إلى إجراء اتصالات وترسل سيارات عشان مثلاً تلاقي لك ربطة خبز أو تحصل على بعض الدقيق مثلاً إذا أنت بدك في نفس الوقت بدك تشتغل أنه توفر مية طيب المكان اللي انت فيه في هش كهربا وبالتالي مش راح تطلع مية فوق بدك تنقل مية فوق 15 طابق بالسطل أو بالدلو أو بالجلون أو بالجنية أو أمور من هالنوع طيب الحمام كيف بدك تخش الحمام فيش مية طيب بعض الشغلات اللي إلها علاقة مثلاً بالكهرباء بالمية مثلاً اللي هي كهرباء أساس الموضوع كله طيب إذا فيه عندك مولد بده سولار فيش محطات فاتحة من وين بدك تجيب سولار السولار بغلى يفقد من السوق كل هذه الشغلات طيب إنت اليوم مثلاً إنت عشان تتصل على زملائك على الجزيرة تتواصل الشبكة ضربت حتى لو مش مضروبة الاتصالات صعبة جداً عشان تتواصل مع الدوحة مثلاً من غزة بدك أحياناً بتقطع أربع خمس مرات ست مرات عشر مرات أحياناً بزهك برجع الكاش مثلاً من كتر الاتصالات لأنه كلمتين وبضرب كلمتين وبسقط الشبكات خصوصاً إنه فيش كهرباء لمحطات التقوية أحياناً تستهدف في هذه المحطات فإنت تضطر تروح لخيارات أخرى تشوف شبكات إسرائيلية قريبة من المكان ربما إرسالها يأتي لكن ضعيف تحاول إيش هذه الشبكة هذه يصلكم وتاخد شرائح تجيب شرائح منها الشرائح مفقودة الشرائح غالية الشرائح نفذت تروح على الإسم إلكتروني الجوال هذا بدعم هذا بدعمش كيف تجيب جوالات فيش محلات مفتوحة من وين تجيب رجيب من خان يونس ابعت على غزة جيب مع طول الوقت أسهل فقرة فقرة الظهور على الهواء وكلمتين اللي أنت بتقولوه طبعا بعد ما يقول لي شكرا جزيلا أنت بتشتغلوا بكونوا هم أصلا الشباب بشتغلوا وأنت بتنضم طب إيش سويتوا إيش عملتوا طب كل الفكرة يعني على سبيل المثال وإحنا لسه في غزة في المكتب معضلة الميا إحنا موجودين في هذا البرج لحالنا كله أخلى يعني وضع نفسي صعب جدا طب لكن ما فيش ميا من وين دك تجيب ميا إحنا كل علمنا إنه في مثلا بئر ميا تحت اكتشفنا إنه لا يا عم مش موجود مش شغال البير طب إيش دك تسوي قال قيت اتصلت أنا أيامها على البلدية طب يا عم يبعتوا لنا ميا إيه يا عم من وين الميا إنت مش شايف الأبار انضربت ومشايف وكيف ننجيب ولو موجود ميا مالحة زي مية البحر وميا مش طيب ابحث اعمل تمشيط في المنطقة شوف مين عنده بير قريب فوجدنا إنه على بعد عشرات الأمطار يمكن بصل لـ 100 متر في بيت في بير ميا وللصدفة صاحب البيت موجود في فعملنا معه مفاوضات واتفاقيات وعشان يدور طب يا عم الدنيا حرب كيف بده يدوع بده يشغل لك فقلنا له يا عم احنا نجيب لك صلر وانت عطينا ميا ضخلنا في اليوم ساعة عشان تجيبها للبرج بدك تطلعها فوق كمان للخزنات اللي فوق قصة وحكاية كبيرة جدا جدا طب عشان انت تجيب من البير هذا طب بدك بربيش بدك خرطي مفيش المحلات كلها مسكرة رحنا في الخطر بعثنا الشباب وراحوا ترجوا الناس وفتحوا المحلات في الحرب وجابوا بربيش او خرطيم المياه على المقاس على الامطار ومدناهم في الحرب وهذه مخاطرة جدا كبيرة ومن حيطة لحيطة لحيطة منزل لحيطة منزل لما انتصل للبير بير المياه وتشبك وتحط عندك وفي خزان ومن الخزان تطلع فوق وفوق قصة قصة طبعا هذي يعني هيك مثال اما بقيت الاشياء طبعا كلها امور صعبة جدا اللوجستيات اصعب الشرايح دائما كان هناك استهداف للشرايح زي ما هو فيه استهداف لشبكات الاتصالات بالمناسبة ويعني ممكن الشريح تشتغل عليها ساعة ممكن تشتغل عليها يوم ممكن تشتغل تقية وتضرب تم تلكيدها فورا فطبعا يعني عتى السيم كارد مستهدف اه اكيد هذا مؤكد 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 فعني عمليا هي عملية مضنية جدا صعبة جدا واحيانا تجعلك في خيارات يعني انت كأنه طبعا في بعض المناطق الآن ظهر انه انت لازم كمان تستعين ببعض الشباب اللي هم اصلا مش موجودين معاك بالطاقة وبالتالي تحتاج الى متعاونين لانه لا يجب ان تفقد التغطية وتسليط الضوء على بعض المناطق الجغرافية بأكملها هذا يكون يعني ربما لا بذول دربتوه امتى بحمد لم يا تدريب تدربوا في الميدان بس ما شاء الله طلعوا كلهم هو سوف سبحان الله الاحداث الكبيرة عادة ربما تصنع صحفيين كبار تصنع رجال اه وبما اننا نتحدث عن الصحفيين يعني وبالتالي ربما هذا اهم اختبار في حياة اي صحفي اذا نجح فيه فهو بالتأكيد سيكون صحفي لامع وينجم ويكون طبعا مش كل الناس بنفس القوة بنفس الكفاءة بنفس الكذا ولكنهم في نهاية المطاف قاموا بتغطية احداث جسام احداث كبيرة وقاموا بتغطيتها بشكل ممتاز ورائع وصلتوا الضوء على معاناة الناس وقضايا الناس وهموم الناس وصلتوا الضوء على ما تقوم به اسرائيل ضد هؤلاء المدنيين العزل في بالانواق الادحدوح في الدوحة هذه استراحة محارب ويمكنت الحديث عن العودة الى غزة مرة اخرى ولا انا للفارس ان يترجل والله هو الترجل يعني اعتقد انه حتى الان غير وارد في القاموس ونحن بالتأكيد يعني غزة تبقى هي الاساس يعني احنا هذا المكان ولدنا فيه وترعرعنا فيه لنا ذكرياتنا ولنا اهلنا واقاربنا كل حياتنا في هذا المكان وايضا عملنا فبالتالي لكن مع الاسف يعني الاصابة هي اصابة صعبة وتحتاج الى وقت الصراحة يعني حسب الاطباء بعد ان اجروا العملية الكبرى لليد وقاموا بترقيع العصب يعني على الاقل الان نحتاج الى سنة من فترة التعافي وفي حال التعافي الجيد يتحدثون عن ستين بالمئة يعني تعود بكفاءة اليد بكفاءة ستين في المئة تقريبا اذا عادت بنسبة ستين في المئة هذا يكون انجاز كبير هذا حسب ما قيل لنا ونحن نأمل من الله سبحانه وتعالى ان تعود كما كانت وافضل ان شاء الله ولذلك الصراحة حتى الان يعني غير واضحة الخيارات بشكل كبير وبشكل هذا لكن احنا قلوبنا معلقة هناك في قطاع غزة وفي فلسطين ويعني ان شاء الله في الايام والاسابيع القادمة سوف تكون الامور اوضح في هذا السياق لكن لعلها كما قلت يعني استراحة محارب وانا مقتنع تماما انه انت في غزة في القدس في الضفة في الدوحة في امريكا في اي مكان انت في موقع وانت في مكان وانت يمكن ان تقوم بدور ما يخدم قضية الاعلام وقضية صاحبة الجلالة ويخدم ايضا القضية التي انت مقتنع بانها قضية حق ضد باطل وربما تمام الحق ضد تمام الباطل وهذا الامر يدفعك دفعا الى ان تواصل المهمة ليس شرطا ان تقوم من الميدان من حي الشجاعية او الزيتون كما كان دائما اعتاد الناس ان يروننا هناك ولكن حتى في هذه المواقع سواء في الدوحة او غيرها بامكانك ان تقوم بادوار يعني لا تقل اهميا صح التعبير عن الادوار التي كنا فيها نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقدر لنا الخير حيث كان وان يردنا به ان شاء الله بارك الله فيك بحمد الله يبارك فيك ايسأل الله علي العظيم ان يتم شفائك على خير اللهم امين وان يرحم من فقدتهم وان يتقبلهم شهداء وان يجعل موعدكم الجنة بحول الله تعالى ولكأننا بجميل الظن نرى ما الله فاعل في هذا وكأنهم ان شاء الله يرتعون في الجنة ويأكلون من ثمارها ويهتفون بكم ألا خوف عليكم ولأنتم تحزنون بإذن الله تعالى والله يا سيد احنا نتعامل مع رب اسمه الكريم نعم نعم صدقت وحمولنا كلها أسعدتنا وحمولنا كلها عليه وهو اذا اعطى يدهش واذا اكرم يبهر نعم فهو صاحب العطايا سعدتنا وشرفتنا بهذا اللقاء حديثك لا يمل الله يبارك فيك وحق علينا وحق على كل الصحفيين في العالم العربي أن يقبلوا رأسك الله يبارك فيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر